هنا في هذا المطعم الاسيوي في مدينة قازان الروسية تقام منافسة غريبة من نوعها وهي من يستطيع تناول وعاء من نودلز رامين اليابانية باقصى سرعة والرامين هو طبق مكرونة ياباني يطلق عليها النودلز وتصنع من القمح ويضاف اليها اللحم والمرق ويجب ان يتناول المتنفسون بعدان الاكل اليابانية وملعقة وغير مسموح استخدام الايدي وبحسب القائمين على المطعم فانهم يعيدون احياء نفس المسابقة التي تقام في اليابان يعمل هذا المطعم منذ نوفمبر عام 2020 ويقدم الاطباق الاسيوية التقليدية مثل السوشي واللفائف وصلطات الاعشاب البحرية والارز المقلية في حين يعتبر طبق نودلز الرامين الاكثر شعبية في المطعم لكن المشكلة تكمن في ان تناوله صعب هذه نودلز محلية الصنع وهذا مرق غني جدا ومن الصعب جدا تناوله بسرعة وهذا هو جوهر المنافسة اي يمكنك تناول ارز او سوشي او لفائف ايا كان ولكن لا يمكنك فعل ذلك مع الرامين يجب ان يتم ارتشافه بمعلقة واكله مع عيدان تناول الطعام بهذه الطريقة فقط ولا يمكن رفع الطبق لذا فهذه منافسة اكثر عدلا الامر كله متعلق بالصرعة يوجد في اليابان عدد كبير من انواع نودلز الرامين اعتمادا على المنطقة او المطعم الذي يتم تقديمه فيه ويتم تقديمه باضافات مثل الخضار والبصل والاعشاب البحرية وكذلك اللحوم شارك عشرة اشخاص في المنافسة وتم اختيار عشرة بدلاء احتياطيين في حال انسحاب اي من المتنفسين الرئيسيين ويفكر المطعم بان المنافسة لاقت اقبالا لذلك سيعيدونها العام المقبل اشتركوا في القناة